كسرت طهران حاجز العشرين بالمئة وها هي تتحدى الغرب بأعلى نسبة لتخصيب اليورينيوم منذ بدأت نشاطها النووية نقلت للوكالة نية حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية البدء في تخصيب اليورينيوم بنسبة تصل إلى عشرين في المئة أكرر بنسبة تصل إلى عشرين في المئة من أجل إنتاج الوقود اللازم للمفاعل إيران تركت الباب مفتوحا للعودة عن القرار إذا حصلت من الدول الكبرى على الوقود النووي الذي تطلبه وقالت إن قرارها اتخذ بسبب تعفل المباحثات مع كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا حول توفير الوقود المخصب اللازم لمفاعلها النووية وتقترح إيران تبادل اليورينيوم ضعيف التخصيب بوقود مخصب بنسبة عشرين بالمئة وكان الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد قد أمر بإنتاج اليورينيوم المخصب بنسبة العشرين بالمئة لكنه شدد على أن احتمال التبادل لا يمكن إلا أن يكون غير مشروط وعلى أثر ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن قرار طهران يعد إثباتا إضافيا على أنها تخدع العالم إعلان إيران نيتها زيادة نسبة تخصيب اليورينيوم يعني أن طهران تستغفل العالم بأسره والحل هو القيام بتحرك حازم يشمل عقوبات رادعة ذات طار زمن محدد الولايات المتحدة وفرنسا كانت متشككتين في جدية القرار لكنهما لوحة من جديد لإمكان فرض عقوبات على إيران أدعو المجتمع الدولي للعمل معا للضغط على إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات ولمنعها من امتلاك السلاح النووي أرى أننا أقرب إلى الاتفاق على ذلك نحن متفقون على أنه من الضروري للأسف الدخول في حوار يقول إلى فرض عقوبات على إيران لإرغامها على وقف برنامجها النووي نحن متأكدون أن البرنامج له أغراض عسكرية جهود الأمريكيين والفرنسيين لاستصدار قرار أممي بفرض عقوبات تبقى معلقة على موافقة الصين التي لم تقتنع بعد لكن البدء في التخصيب بهذه النسبة الكبيرة قد يغير أمورا كثيرة محمد سعيد محفوظ بي بي سي ترجمة نانسي قنقر